نبدأ بالأول هنا كارتوجينيك أحسن مثل الكارتوجينيك شوك أحسن مثل جلطة القلب انسداد الشريني التاجي انسداد الشريني تاجي له أكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين ما عرفش خلص طب ونعرف إحنا إزاي داخل عمليات نعمل زايدة وسنه 60 سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى نسمح احترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديمة يعمل حاج جالك واجع في صدرك لأ أي حاجة طب ممكن تبقى سايلنت جتين جدا وممكن يجي لك المريض بعد كاب ينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لأن جاله انسداد الشريني تاجي ولم يدري فدي أحد الصور مش كل واحد حيبقى شجد نمرة اتنين المشهور جدا جدا اللي هي مثلا أكتر من 60 في المهم رحالات الألم ألم الصدر دي بتشير إلى انسداد الشريني تاجي هي بتبقى ألم شبيهة جدا بالذبحة الصدرية جدا وتخلف عن السبحة الصدرية في نقطة بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الألم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جاز يمين متطوح شمال أو متطوح يمين جاز أو في منطقة البطن هنا بيبقى نوعه كأنه واحد قاعد على صدر حجر أو سكينة عشان كاسمة ذبحة صدرية أو حموضة يحس إنه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكش شوريان تاجي عاملين منظار منظار على المعدة لأن الألم هنا تمام وحمودة يبقى مكان الألم ضللني ونوع الألم ضللني لما يبقى هنا بيبقى سهل ولما يبقى حجر على سيء بيبقى سهل إنما ساعات يبقى ساعات المريدة فنم يضلل للدكتور يعني يقول له لا أنا هرفص الألم نجلي بعد أكلت كبدة وهو ألم جلطة هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل الألم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له لما مشي نفس الألم بيجي والحرقان يجي لحمودة أنا شفت عدد كبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة وهو مش كده خالص الألم بيقعد دقايق ده بكلم عن الذبحة الصدرية مش عالم استداد دقايق تلت دقايق أربعة دقايق خمس دقايق حتى لو عشرين دقيقة اللي هي تلت ساعة فهاي عشرين دقيقة يعني بيسمع في كدف الشمال عادة عادة بيسمع كدف الشمال والسبعين دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الأفلام العربية كتير منها بوزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك سيدره نادر إنما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي يجري طيب الأكل ساعات لكن الأكتر من الأكل لحاجة ساعة لو شرب إزازة حاجة ساعة الألم يجيله ألم الذبحة الصدرية والناس يطمنوا تقولوا أصلاها ساعة ويعمل التقلص المريء وده غلط فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعه بقى يا إما أرسلحت اللسان وحنوقف عندها يا إما يرتاح كثيرا تبقى أنت في عربية تققف في الإشارة تلاقي راجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط إيدنا سيدره وبعد شوية راح مكمل ما هالإشارة بتطول ساعة بتطول ربعة ساعة لذي يكمل ده زبحة صدرية اللي هو أوقفوا الألم دقايق ورح مكمل تاني كان عندي وكيل نيابة يعني أنا أجمل حالة شوفتها في حياتي يقول لي أنا إيه بمشي دوم الساعة تديق علي الساعة دي تديق علي أو مقف أفك الساعة وحطه في جيبي وكمل ماشي أه تقول لأ ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خدناهاش دي أه طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا وارد أه فبيقف هو بيتيقله لما يفكز هو وقف خلاص بدام بوقف الألم بيروح أه أه الأرسل تحت لسان له قصة عن أتكلم عليها لأنه ممكن كده يضلل للدكتور يضلله فيه ألم كتير جدا يحط تحت لسانه ويروح الألم زي الحالة النفسية واللي عنده كاردك نيروزيس لما بتديه الأرسل تحت لسانه بيروح فمش عايزين دي كقارينة إنه غير طب نيجي من سيداد شرين تيجي اللي ما عملش شاك اللي هو ألم قلنا زي الزبحة بالظبط ما عدم الألم جاه من غير ماشي المرة دي جاه وهو قاعد جاه ومرتاح الألم طول الألم شديد جدا سفير نكلمك واحد في التليفون يا أيمان أنا أبراهيم أنت أبراهيم مين يا عم الحج أنا اللي بالعالجني من الزبحة الصدرية أخبارك إيه يا عم إبراهيم والله الألم يا دكتور جاه لي وأنا قاعد مرتاح يا دكتور أيمن الألم شديد قوي يا دكتور أيمن الألم طول مش متعود عليه تروح سأل السؤالين عرقتي عم إبراهيم طرشتي عم إبراهيم حبعتلك الإسعافة عم إبراهيم لا دي من الإسعافة لا دي الخمس حاجات أه القيء والعرق ظاهرة مش حلوة إطلاقا في ألم الصدر وده بسرعة على المستشفى بسرعة شديدة جدا لأن دخول المستشفى كل دقيقة بتفرق لو خد الدوة اللي بيدوه بالجلطة بدري لص مشكلة امتهت لو دخل أسطرة بدري المشكلة امتهت إنما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش طب حاجيلك البيت لا ما تجيش البيت أه العين بيزعل لو لأزعل يقول لي طب انا تعالي عشان تقول لي روح المستشفى وقول له لا أنا بقولك من دلوقتي الوقت ده خسارة فهو يروح على المستشفى إنما ده أحد المظاهر للانستداد الشرنة تاجي وهو الألم المظهر التاني خلى ضرباته القلب واحد قاعد في أمر الله بيتفرج على التليزيون مع أولاده وفجأة يلاقي قلبه ما لخبط سواء رفرافة أزينية زبزبة أزينية اي اف أو السرعة تصارع شديد جدا في تيك أي حاجة من دول قد تكون من سلات شرن تيك جت بصورة أخرى وهي صورة اختلال ضربات القلب